نروح بقى بعد كده للبالوندار طبعا احنا اتكلمنا عنها مبارح وزي ما احنا قلنا كريم بن زيمة هو اللي في سبع المهاجم ريال مدريد والمتخب الفرنسي بجائزة البالوندار ويعني ليه احنا بنقول كده هو كان متوقع لان تاني ارجع بلغة الارقام كل الارقام الجماعية والفردية كانت لصالحه كانت اهم عامل مؤثر كمان في فوز ريال بالدوري ودوري الابطال والسوبر كان يمكن كريم بن زيمة قدم كتير جدا وهو قدم موسم استثنائي بصراحة وتصدر كمان قيمة الهدفين برسيد 27 هدف الدوري وفكرة انه هو يفوز بالبالوندار رقم 66 اعتقد هو فوز مستحق جدا وعن جدارة كريم واللعب كمان فيه قصة حلوة وراه هو كان حريص انه هو كمان يشكر كل المدربين والمسؤولين في ريال مدريد على ثقتهم فيه وكان قال انه هو اكتر شخصية اثرت في مشواره هي كانت والدته وابنه ابراهيم وكان مشهد اعتقد كان جميل جدا مبارح ويعني تحس ان فيه كده قمة فيه الاسرار والارادة هو بيقول البعض يعني كان بيقولهم يعني الفكرة هنا انه صعب ان اي حد او فكرة صعوبة انه هو يحصل جائزة بعد سن الثلاثين يعني كان بيقرر او الناس بتقوله كده يا كريم لكن فكرة انه هو يحصل على هذه الجائزة بعد سن الثلاثين وفي نفس الوقت هو عبر انه هو كان بقاله سنين عايز يعني يفوز اثر وكان ده حلم عنده انه هو يفوز بالبالوندور وقد كان فده يعلمك برضو هنا قصة انه مفيش حاجة مستحيلة يعني طول ما انت عندك حلم وقلنا كلام ده كتير طول ما فيه حلم وعندك اصرار واثق في نفسك في الاول وفي الاخر مش بعيد قبل ان ان انت تحقق يعني حلمك مبارح كمان اللي سلم الجائزة خليني اقول لحضراتك هو زين الدين زيدان طبعا النجم العالمي الكبير هو طبعا فرنسي من اصول جزائرية زي ما حضراتكو عارفين وكمان هو حصل عليها من 1888 يعني من 24 سنة تقريبا بعد كل السنين دي 1998 عفوا بعد كل السنين دي بتسلم الجائزة برضو الفرنسي ليه فرنسي اخر برضو من اصول جزائرية كريم من زيمة فاعتقد حاجة برضو يعني بصي استحقها مش هنتلع نقول كلام لا هو يستحقها بصراحة اكيد اكيد